وفي رسالة واجهها للمؤتمر قالاجياني انفنتينو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إن الحدث الأهم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يتم تنظيمه لأول مرة في مصر يهدف لوضع مصر على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية وأكد رئيس الفيفا في كلمة مسجلة تم باتها خلال الجلسة الأولى للمؤتمر أن مصر تتقدم في جميع التخاصصات الرياضية وأنه على علم بأن التطوير المستمر لكرة القدم والبنية التحتية الرياضية في مصر لن يتوقف وأشهد انفنتينو بتركيز مؤتمر سبورتس إكسبو 2023 على تسخير قوة التكنولوجيا لتحسين اللعباء